بحضور لفيف من الوجوه الإعلامية والثقافية والفنية افتتحت الضورة العاشرة للمرتقى الوطني لفن الكاريكاتور مرتقى يحظى بأهمية لدى فناني الكاريكاتور باعتباره مناسبة للتواصل مع المنابر والمشرفين عليها وتبادل الآراء حول هذا الفن عقد من الكاريكاتور يعني أننا أتممنا عشر سنوات من العمل أولا المجهد من جهة ومن جهة تانية العمل المؤسس لإعادة الاعتبار لهذا الفن من جهة ومن جهة تانية لتقريبه إلى المواطن وإلى المتلقي هذا الفن الذي ظل مشاغبا لسنوات كان لابد أن تكون له محطة سنوية هذه المحطة يناقش فيها فنان الكاريكاتور قضاياهم اهتمامتهم وانشغالتهم الملتقى الوطني للكاريكاتور بشفشاون يعرف هذه السنة مشاركة أزيد من عشرين فنانا ينتمون لعدد من البلدان الأوروبية والعربية بهدف تمكين عشاق هذا الفن من تبادل التجارب وتقاسم الاختيارات الجمالية في مجال فن الكاريكاتور الملتقى طبعا يعتبر علامة ونقطة تجمع لرسمي كاريكاتور في العالم كله وأنا شايف أن الملتقى كمان بيتقدم أنه بيبقى فيه فرصة كبيرة أنه هيبقى على الأجندة كمان الدولية وحيبقى سنتخ كده لتمايزه تنظميا وتمايزه بالمدينة اللي بتنظم فيها كمان جفشان مدينة رائعة الملتقى يقترح في دورته الحالية على زواره عددا من المعارض الجماعية للكاريكاتور بعدة فضاءات ثقافية بشفشاوين كما ستعرف هذه الدورة تنظيم ندوات وموائد مستديرة تهدف إلى تدارس واقع فن الكاريكاتور بالمغرب